سعيد هو اللي أكلم لك وعايزك تبقى عين علي عايز يعملني عصفورة اللي أهبل وانت قلت له ايه؟ خدت على قد عاله قلت له تماما بس الموضوع دي هتكلفك شوية لان انا كده ببيع نفسي وانا مش ببيع نفسي الفيس برافو عليك وانسفت عمالة الصحة خليك على قوار قد ما بقدر وانا من الوقت الاخر حرمي لك معلومات والعال والفروس التخدتها منه حلال عليك اه تمام يا بشا اعتبره حصل بس هيه لو مفهاش بواخة يعني المواخزة في السؤال هو ايه اللي خليه يعمل حوار زي ده؟ سعيد كان بشتغل انا زمان وانا كده حبيت وطمنت له وكان عندي زقة كبيرة فيه وخليت براعي منه بعد كده اللفه لها بلى غالية بنتي واتجاوزها فطمنته اكتر لانه بقى جوز بنتي وحكت له عن كل اسراري اسرار ايه بقى؟ مش مهم المهم انه طلع وخلي ولولا ان اغالية كتعلي زميته انا كده فرمته طب ما تفرم دلوقت يا بشا اللي يمنع ولم رامي يكبر ويسمع او بلاش يسمع يعرف انه جد وخلص على بوه تفتكر هسامهني ممممممممممممممممم كونو اتصل بيك ده معنه انه بيضبر لحاجة كبيرة قوي انا معرفهاش بس مش مهم يخبر نهارضة الفلوس بكرا يا باب بلاشا باشا هنقزلك موسف خلوه المعد تعيدوا لي باشا؟ أنا لما جيت حلقت لك الموضوع ده ما كنتش طمعان في إرشين الحكاة وما فيها إن أنا ما بعدش الإيدي اللي اتمدتلي شكرين باشا ناديم، أسفع كم معايك؟ أنا أسف جدي، أنا ما عازلت أخرت شوية ناديم باطلي الكلام ده، دي مش أول مرة تتأخري فيها ما مش، أنا أسفع، ما شا يحصلين؟ وده بالنسبة للتأخير، إنما بالنسبة بقى للمكتب ناوية تنزلي فجأة من غير استئزان؟ لا، أنا شمية، بس كنت اتعبت شوية فجأة وبالنسبة لنشي، كنت شا قد أستنى، أنا أسفع أنا لآخر لحظة، بحاول إن أنا أحافظ على الناس اللي معايا ساعديني إن أنا أعمل ده، ممكن؟ محاطر أيوة يا سيدي، أنا اللي هجيلك النفس، أنت مالك، أنا أولتلك، ما عايش حد في النحن يلا، سراعة أهلاً، 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 إزايك يا جيجي؟ إزايك يا جيجي؟ أهلاً، أهلاً، كل تمام؟ حمد، تمام مش كنوروا، كويس أنت تشجعتي، مازالتي، كل تمام؟ الحمد لله، تمام طيب، أنا هرحم شوار أنا وفاروق، نلجيس عليكم، نه حمد لله، سلامة جيجي، الله، سلامة، أفاق، رباني خليه كده؟ صباح الفلق صباح النور بصي، أنا عايز إنسيال، بس ما يكونش فيه شغل كتير حيّة كده تكون سيمبل على زوج الأمر أقول لسي صبات الله عالجوداية، أتفاض ده حلو قوي ده دوت حلو بس سيمبل قوي يعني لأ، جامل، جامل بصراحة هو دوت كمين؟ آه، لا دهي الموت، تعرفي؟ انا باجه اشتري من هنا مخصوص علشان تختريلي على زوقك ربنا يخليك بس انت للأسف مشو اخد بالك مني بس خير ليه اللي سود ده؟ في حاجة ولا ايه؟ حالة وفاكة لا البقاء لله الباية في حياتك طيب انا في حاجة اقدر اقدمه لك؟ لا ربنا يخلي بجد والله يقولي لو في اي حاجة مقدرش اتأخر عليك ربنا يخليك ربنا يخليك ده زوقك يلا ديبو انا اشتري انسان طلع برقال امين هزري مع النطع ده ايه يا بيت؟ انت مش عارفة انا بغير عليك ولا ايه؟ بهزر معاه؟ ده لا اساس ايه يعني؟ ان انا مساحباه؟ مساحباه؟ انا هيتقلم صاحباه؟ والله على العظيم تلاتة الاولى الظروف اللي انت فيها انا كنت عملتها معاك خلاص يا ديبو ستتني قعدني في البيت يا اخوي ولو شفتني انزلت الشارع حتى ولو بصت من الشباكة باكسر لي رجل الصبر قلت لكي الجواز من السحل ايه الصبر الصبر يا بنت الناس وانا بقى السنين بتعبد بيا والعمر بيجري وانت وعلا في دماغك فلو تعالن علي يا ابن الناس خلاص نفضها سيرة احسن نفضها سيرة؟ ايه شاريجي نفضها سيرة انا اعتبر الكلمة دي ما تقلتش انا عليه الصبر دمر على الصروف اللي انت فيها انا بقى ظرفي زي الفولي انت اللي بتزوغ من الكلام بتزوغ من الكلام؟ لما اقولك عايزين نطلع من العيشة اللي احنا عايشين فيها دي يبا انا كده بزوغ من الكلام؟ ايه عايزة تعقفتي في الفقر وهنطلع من الفقر دا ازاي ان شاء الله؟ طبعا هتقولي لما سافر وارجع مش كده؟ ايه جيجي لما سافر هو ده اللي في دماغي ومش هغيره هسافر حلو تسافر انت واستنك انا هنا مش كده؟ وبعدين تبعتلي وتقولي رشوفي حلك يا بنت الناس ما تستنينيش لا ازيبه مش هيحصل صفر واتسيبني ملطوعه هنا مستنيات مش هيحصل وانت بقى ودماغك نفيش فايدة والنعمة ما صدقت نفسي لقيت جيجي دخلة علي وبتقولي ان هي خارجة النهاردة عشان ماشي يبا اتكع الله ونازل نشير الشبكة النهاردة صحيح يا حبيبي؟ حبيبك اه حبيبي حبيبي ونور عيني كمان وانا لايه حد غيرك اقوليك اموح ليك امك ولا ايه؟ امي دمي انما انت روحي الهوى اللي بتنفسه عيني اللي بشوف بيه عيني ايه الكلام الحلو انها طب اقولك على حاجة بس ما تقولش عليها عبيطة قول عبيطة انا كنت بتسحب كل ليلة وادخل اتفرج عليك وانت نايب ببوص على حتة حتة فيك امالي نظري منك كنت بحس انك وحشني قوي حتة يعني انت مستيني بعلق ومصبوحني بعلق انت عارفة بنت دموحة انا بقية مكنش باعرفة نيه اللي ما اوضف افكر فيك بس الموضوع كبر مني قلت مالك هذا مامي وتضبق مالك بقيت خرع كده بس برضو مقدرتش برجعت انا فكر فيك عشان اعرفة نيه انت عارفة انت الوحيدة اللي كنت مجزع علىها مكنش بسامح نفسها بدلا وكنت لازم اراضيك قبل ما نعمل لا لا هوي لا هوي بيت فيه ايه بتثبطي هو فيه تثبيت داع ده اللي انت قلته هم انت عارف يا ميمي ان انا مكنتش حاسة اني عملي هسمع منك الكلام ده حتى بعد ما تدخل علي ليه بيت فيه قالولك عن ايه ده ميمي ورده عن داليب عن داليب قلب احنا مكتوبين عشان بعضي راية مش كده طبعا وانا طول عمري متأكل منك كده ايه بحبك ايه انا بغنط في الطبع بيبت المشاه ايه عمتي فيه ايه فيه ايه ايه امه ده كان هيبوسها هيبوسها بس اتك عقربة فيين حباية عمي يبوس مين يا بيت وانت يا ودنك قاعد متسهوك متنحنا حتى دلال ايه ده كفاء شل ايه ده ايه ده ايه 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 ده ايه فيه ايه تستغفلوني اولاد الكلب ينهارس ودومنيل اه ياني 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 ايه ده يا عمتي ايه ده ايه ده انا كانت بين كتبنا كان بيقولي على الشبكة يا امه عشان ننزل نجيب الشبكة يا امه او انبي يهونتوا لويتوا خلاص طب والله كوان انت فاكر يا عمتي انا وينها تمت زغرتي يا بيت يا موحة خلي الدنيا كلها تعرف مينفعش نظغرس يا امه البيت متنكس متنكس تب نظغرت بشويش يعني بقدام البيت متنكس نزغرت بشويش زغرت بشويش ياه الليات هم دخلوا قدامي مسألوني هفكرتوا لها وانا أصدر مش في دماغك بسه يا بابي مش في دماغك بالعكس يا بابي انت لما تبقى عضو في البرلمان ده معباني حيب عندك حسنة في إسلامي وكده حتقدر تتخرج اللي انت عايزه من غير محد يقول لك أي حاجة تبقى لين حتبقى رأيك من ناس التقالي مش بقيت علاقات معها مش همحتاج واحدة زي فريدة ولا انت عايزنا نقدر دائمان تحت ترسها باباكي كبر يا غني ما بقاش حملة ده سياسة ولا أرف فعلا السياسة ده وشواجع الدماغ ما عارفش دعايت لي ولدنا شعبية يارفين وانا قصب ليش في الجعبة دي خالص أظنني عارفة ما تفعل بامي كويس مش مستنيك انت عشان تقوليني إيه اللي ينفعه وقلته شايف؟ شايف يا شيمة عميتني إزاي شايف؟ يلا يا عصتا مع المطبخ انا اصلا موضش حملة خالي انا اتكلم عدوش على فنه حضورة وخصوصا لراجل برشح نفسه قدامي دقيق قوي في اللعبة ونزلت قدامها وخبط فيه يا مابا افهمني الناس دلوقتي ما عندها وعي عارفين يفرقوا بين الصح وبين الارض ونهاردة كل يوم في حملات بده بتعمل تد الفلول يعني الراجل اسمه هلال الدكشوري ده مش هايقدر يقف قدام حرد التغيير فهم؟ مفرنس ايه ما خسرت فلوس الحملة؟ لا مش هتخسر فلوس الحملة دي امرها سعي جدا عشان الناس هم اللي براشرحينك وده معنانهم هم هتعامونك يعني بشوية فلوس منك على شوية فلوس منهم لهم هتبشي ويساعدها بقى لما تبقى نائب الدائرة الخير هيعب مع الكل هم باهمين كده كويس ولك ايه غالية بقى بريس الموضع في بيئة منها يا قابي الموضع كبير لواحده المشربة تنزبش من دي اهتمام ده انت راجل تاجر وصياد يعني عرفت كل همين تشايف كمان؟ انا مش شايفة امر كده بساعدت الماء يا عفلي ايكل مليتش عاجة حد ايمانك ولا حتى فلوسي مش عارف كل اللي كان معايا راح في العصر ودينا هم رجعت للسفر من جديد ولا يهمك خالص المهم انت بخير الفلوس ده امرأة سهلة يا رابي ان شاء الله هتشتغل و هتعاود كل اللي راح منك المرة دي مش سهلة يا بوايحي هنحسس ان فيه احد مبلغ علينا يا راجل حد مبلغ عليكم ايه بس ازاي الكلام ده مش عارف بس الحكومة مش هتجر قاية المحل وتجري وراي الا ما يكون قاية اخبار ايه وانا دلوقتي مش هينفع اشتغل في ايه حتى اكيد دلوقتي بدوروا علي والبين الدنيا والله يا خي انا مش هارف اولك ايه بس ان شاء الله كل حاجة اعتبت تماما طب انا اعوز منك خدمة الشغلان انت قلت لي عليها لو ينفع بس يا سيكا يا سيكا الشغلان دي كانت مبارح اكيد ان هره طبعا في حد باخد مكانك اه طيب انا مفيش مكانة الروحة دلوقتي وانت عارف معيش فلوس لو ينفع بس سابعت عندك ليلتين لحد ما اضبر اموري سيكا وده ما متحرقنيش انا مش عايز مشاكل لا لا انسي موضوع المشاكل ده نعائي هم بس ليلتين لحد ما عرف انا عامل ايه مش هشوف خلقتي تاني ماشي بس شاف دول ليلتين بس ماشي و انا مش هنسك ديميل ده ابدا يا ام يحيا شكرا فيه الوم الحبيبي فيه الوم التأكيد بتغذر يا سنة سابق قبل كده وهزرت معك في شغل ولا في خير شغل حتى ما حصلش بس يعني مش غريبة اوي من الجنرال بجالة ادرو يطلب عملية بسيطة زي ده ده اي حد ممكن يعملها اقولك الهاجة الناس من الدنك اللي هي عايشة فيه ممكن تعملها فاهمها لي بقى مش شغلتك مش شغلتك انك تفهم بسبب لكل حاجة شوف اديمو احيانا في حاجات تحصل تبقى صغير اوي بس في تأثيرها بتيبقى كبير اوي اكبر حتى من مستوى فهمك وفي النهاية مش شغلتك انك تفهم انت شغلتك انك تنفذ اوامر الجنرال بس مفهوم يا سيطة مفهوم كلام انت اطولي اخر مرة ساعد موضوعاتي مثالا او بالنظر الجنرال واعتبرته مجرد كلام كلام في الهواء في واحدة سرحان بس مش كل مرة اعتبر كلامك كلمة خط بالكويس اوي من كلمة مراهية تمام تمام ازينا اه دي صور الارض كلها ياريت حالك تبص عليهم بقى واحدة واحدة انا خلاص اتفعت مع صاحب الارض مفادلش تغير انت تروح تشايكوا عليه بس انت متأكدة ان الارض دي ممكن يكون فيها حاجة انت عارفة الاجهزة والناس اللي بتيجي بيكلفونا كتير انا من نظرتي متأكدة ان هي فيها حاجة محتجامي الشديد ايه اللي بيأكدلك مزجتك دي؟ هي فانت من المتخصصة في طريق الاثار واعرف كويس اوي ان الفرع لما بيختاروش لا اي ارض ولا اي مكان عشان يعملوا ودفنهم عليها الدفن عندهم مواسطات خاصة دي دي وما مش مجرد الناس يعني بيحفروا ويدفنوا وخلاص وبعدين دي مش اول مرة طلع اثار مدفونة التربة بتاعت الارض دي فيها تشبه كبير جيب تاني بين الاراضي التانية اللي طلعنا منها اثار قبل كده اتمنى لو يكون فيها واسف جدا لو فهمتي سؤالي غلط ولا يهمك طبعا انا مش محتاج ان انا فكر حضرتك في موضوع العمولة مش هنختلف ان شاء الله مش هنختلف طيب لما الناس اللي عن حدفك يكونوا جاهزين ياريت باللغني اكيد ان شاء الله افرد كده كابتن افرد افرد انا اقوم باريك او رجاله يا باشا دي يباشا هتبقى للشارع ويجب في وحدة علمين وحدة عشهمار افردك عائز اوضج باش باي اعت بردك اه اعيز في اخرام عشان الهواء باما اه اعتقد ارادها بقاس من السياحة عندي زهر اعزقا باقيا انا عندي مشوار صغير كده هل خلاصه هراح مدر مدر اوكي حكي اتباي اوكي راه باي ده الصح منه باشا عشان نأمن نفسنا من اي لاباش ممكن نعمله بضغشور صح ماذا يا ايه؟ ماشي باشا انا هلي فعلق فتمام واجري عليناك على طول عنيزنا مع السلام انا ماشي يا فاري راح التمرين عايز حاجة؟ استنى يا عام جدا انا اوزاك ادي قاعدة ستي قولي اش هفكرك بالاتفان عني ايه بقى الاتفان عليك؟ الرولز الرولز الرول نمبر وان اللي اناك شاكته هنا محدش تاني غيرك يعرف مم نمبر تو شرب كتير في اي مكان ما يحصلش لانك ممكن تذكر والسنة كيف لك ماشي معابلتنا هنا انا اللي اهدد معتها مش اهدد اوكي اهدد تليفونك اول ما تدخل هنا يكون مقفوظ ويريد تشيل البطاري ليش يروحي عايز حاجة اشوفك بليه اوكي اخوانت لي دايما اقاد لوحدك انا بتسجيل لوحدك بتوعد لوحدك بتمشيل لوحدك مش غريبة شوية غريبة جدا غريبة وشيال الغريبة فيها عنك منك تلاقي حد مركز معاك بتحسينه مرأبك لا انا مش برأبك ما تخافش مش اختي واناك او ما اقصدش بس يعني اقصد يعني انها غريبة شوية وفي حد مركز معاك وشايفك اعجل واحد بتخلي بالو منك وحاجة كده طبيعة شغلي بتخليني ابا دايما وعية من الناس اللي حوالي انت اشتغل مزيعة احتمال ابا مزيعة مش متأكدة لسه اه قول ان انا خارجة علامة اقول طب يعني ليه احتمال انت بمزيعة عملت انترفيو بس انها النتيجة عندي احساس ان هما يسقطونين انا دايما عندي حساسة خمش تمان عندك الحساسة مين صعب المحافة لا ماريش في الوصائف كده خمش انا ماريش في الوصائف ماريش وصائف واحد اسمه بريد مونير تمان فريد مونير حال هو ايه اللي حال اسمه طب مش عايز تعرف اسم انا طيب انا اسم دي هاته ديبو ديبو انا اسمي عمينا زيك عمينا ليه ما جايش تسلم علي يا عبي احنا غنينا مع بعض هنا ماريش فيك فاكر وعرا فاكر صوتك حال بعد ايه انا بس ممكن تلايني يعني 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 تكسب تكسب بدا طيب ماريش جاي متكسب حاضر حاضر برا ايه ده كل مرة بقى حتسفرت فيها تقارلي بالاسبوعين والثلاثة بطافت بعني ما انت عرفة شوكري مسلاة طيب المرة الجاي بقى حارة في التفين واجتوا بالي سك ايه ده ايه ده ايه ده يا بخير هاتوه هاتوه ايه اللي بيحصل ايه ده مختلفة ايه ده مختلفة ايه ده مختلفة انصوره باشا مزاكة ديبو اخبارك ايه؟ اخبار انت خبابك عني لا انا لسه المرحلة التانية اتساحة باشا شو علا اتساحة مزيق ديبو قولي غير المكان ايه؟ حلو اللي حنتعاكتن اتساحة باشا وضيبو موظول علي فكرة انصوره باشا احسن موسيقى دي واتقلمش من المقدرة باش موسيقى يا ميما زكا صحب ايه بقيتك العرف؟ بقين يا ماشا صحب كده ايه فظلمت يا مدام موسيقى فظلمت تحب نجيب الوالد يستنمت؟ ولا لو سمحت كفاية قوي بقى لحتى كده ملهاش لازن يا فظلم شريف باشا ابو حجام ايه باشا فيك؟ كده فيه مدام غالي انت بتعملي ايه أنا؟ يوسف العقل يا يوسف العقل ايه اللي حصل؟ تطرفوا بعد يا يوسف اللي ايه؟ باشا مستازم عليك باشا في كلمة برا ماشا باشا باشا زي ما بقولك كده يا دهش؟ أول مجالي الخبر ده قلت لازم اقولك عشان توب وعمل حسابك انت متأكد ما الكلام ده سعيد عيب يا دهش انا عمري قلت لك حاجة وطلعت غلط الله هو من امتى شيمي بيفكر في الانتخابات دي لاه اللي عبته ولا بيفكر فيه يا بيه البلد حلقة تشقلب واللي ما كانش بيفكر زمان عينه بيتقدي كده وبقى طمعان فيها دلوقتي اه والله والله واطمعت يا شيمي ماشي هو فاكر بقى النشوات العيال اللي حواليه حينطقوه وينجحوه في الانتخابات بصفت انت باعزاي الكلام كده انا شوفت لكن هو لسه ما شافش والله العظيم اللي وريه انه كن في عز الدور الفورجة هتبقى للقلب يا رب بيس ياو يا بيسوف على ايه؟ انا محملتش حاجة انا بس كنت عايز اقولك انه الموضوع ده بالنسبة لك انه ما حصلش يعني الحاجة بسيرة لحد ولا الشي مبيه ولا الغيره انت عارفاني انه راكل في كلمة دي اه؟ اكيد ارشي اسمها يا خير اه غاليا اه اه بلاش تغيط بساحة الموعد كده وتتسمي وخش يا عادي كي انا محصلش حاجة اه؟ 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 اشتركوا في القناة 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 كان بيه جيسر عمد في الشوطش الواحد ده مكانش معروف ولا حتى مشهور بس اي حاجة بيكتبها كان بيتأثر بيها الناس في كل حد عادي دي بريبتكوطة ديكس مش حد يعرف ان جري المهتنى دينا لا ده كان مشكلته انه مش حد يعرف ان جري المهتنى وانا جري المهتنى مم ساحبنا ده كان بيكتب مقالات لرئيس تحرير رئيس تحرير جنان من الجرائد انا حتى مش فكر لجنان كان رئيس التحرير بيقوله ويكتب لي مقالة عن كذا وكذا وبعد تقوليه على البيت قاتل منها الباطل فالضلما يعني المهم اكتبار تقول ان رئيس التحرير كان مجدوله فلوسه على المقالات كل اسبوع كان يجيسر عند ابويا ويخلص كل فلوسه في ليلة واحدة كل اسبوع وها كتب حاجة يعني قصدق تقول ان حتى الكتابة فيها كده برد اي حاجة فيها كده لا ما تقولش ان اي حاجة فيها كده ده واحد قرر ان هو بيه روحه من الاول خلاص هو اخوط ده ما كانش اختيار ده كان اكدار ظلم الفقر والعوزة بيخلوا اي حد يعمل اي حاجة سدقينك المهمة بعد ما رئيس التحرير مشي من الجورنال اول قدار تقولي رفدو صاحبنا بأخريشو بعماشي في الشبارع يكتب على الحقابة انا الكاتب الاصلي انا اللي عملت فلاني الفلاني مش هتتدعو مش هتتدعو مش هتتدعو عشان جدا البساطة اللي تتكلمي فيها عن الحياة مش حياة مش حياة فيه ناس في الحياة بتاخد اناك الناس فيه ناس بتقتل احلام ناس خلاص باع نظام تعودنا عليها القانون مش عالك فهميه عارف انا لو اطول فريد النير ده عملت في ايه سامير مش عارف بس اكيد هامل حاجة دايب حا ذا فريد بتاعك دا بيصرا عندي في الشوق وبتعليك اي وده ما هتلاقي اني سامير نا اصتنا انا استنا انكلف الموضوع ها باشا انا مش هتكلم غير في وجود الرائع بتاعي سبع الفل يا ايسن باشا ناورة المنطقة زكا دفعة اللي أنا بيدي منين يا راي بتاعت الناس يا باشا اللي بيفضل نملاي ونأكل فيه لهم تعيش بتعارف شعر الأنبوبة ببكام دلوقتي آه وبتملوها بقى منين إن شاء الله مستورة يا باشا مستورة هنعمل ليه بقى آكل اللي عيش مرة يا باشا لزمكش أبو بنتين على البيت صحيح ما لزمكش بسنته بتاع الغاز الطبيعي عشان بتاعي زوجي معاك من غير هي حاجة والله لا تشكر يا أخويا وقت بكوزة نورت يا باشا اطلع يا ابني نورت يا عم الدنيا هارف يا يوسف وحامل منك كمان وكمان مش عايز تعترف بيه ليه يا ابني كده بتعيدنا ولا ابوك تاني ليه دي أنا اللي ربيتك وطلعتك إنك شرب مني مش مكفيك المرار اللي عشته وعيشتيني معاك في عمري بحاله جايت بتديم الأول وبيديت تاني في ابنك لا حول ولا قوات إلا بالله ها دي بروح تزيني يا عم أنا معاك أخو لا يابنك إش معايا أخواله بصراحة انت جايت أعود معناك أو منزل أنا؟ لا لا أنا عايز أعود معاك أنا بس سرحت منك شوية سرحت في إيه خير قولك يا عم هو أنت أمي يوسف إيه إيه يعني إيه 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 الموضوع يعني نورين عليه شوفها ديبو أنا زي ما قلت لك قبل كده الستة دي أنا ممكن أكتب عليها النهاردة قبل بكة سنة عارك لمشكلات في قناة خائف أتكلمني وأنا متأكد بقى إن عمرها ما هتقدر تكلمني يعني إنت عارف إنها عمرها ما هتكلمه وراضب كده باهم إيه لأنني مقبل نفس وقت طيب أقولك إيه لو حصل يعني افتراضا يعني خلاص هي وفقت وبنها وافق كل بقى تمام وبعدين روح طلعها وبطلعها ما ينفعش خلاص ما بقى شي ينفع وقلت لها أي أسباب هتعمل إيه هي من غير أسباب هديدة ولا هتعمل حاجات تعطيتي أنا وفي حد بيغصب حد يوعد مع غصب عنه ما يعمل ما ينفعش عادش يبعد مع حد غصب عنه بس يعني منظرك يبقى يقدمها وقلت كما تجيلي دوري وتقول أنت عايزت أوصل لي بالآخر تفضل طول عمرك تحلف أنك نفسك تعمل الحاجة دي وأول ما تعملها تلاقي فجأة حسن لديك حاجة دانية خلاص أه حاجة أحلى شو حاجة أحلى ولا وحشة حالة وخلاص منظر يا باية تبتسألني ما تبتسأل نفسك كديدة تبتسأل نفسك وحشاني يا سونة يا حبيبتي وحشاني قعدتك الحلوة وأنت كمان يا زوز يا أختي أو بالبناتك من بوقك لباب السماء يا حبيبتي بحياتك إن شاء الله ربنا يخليك يا حبيبتي أنا كنت يعني عاوز أطلب منك حاجة كده بس الحقيقة كنت محرجة يعني منك محرجة؟ تحرجي مني أنا دهنا أخوات يا زوز كنت عاوزة يعني لما البت سمحت تجوز الرائي يعني أجاوز عندك يومين عشان تعرف أتجوز بقه والحاجات دي عايزهم يرمحوا في البيت كده براحته كنت تصدقوا ويتأمن بالله لا إله إلا الله كانت على طرف الثاني وكنت لس حقا يا حبيبتي أصيلة والله يا زولة هلو أنا اللي كنت خايفة لا تقل عليكي؟ اسم الله عليكي يا أختي تقلي علي؟ ده ما شدكتيش الأرض تشيلك الكنبة كنبة؟ آه يا رجالة درلكو إيه؟ في إيه مالكو؟ يا دب في إيه؟ واحد كان طمعان في التمثال والتاني بيوزق العربية أنابيب مش كم قنبوبة وخلاص وفي كده يا رجل تهيد يا عمدياد الناس يا أخي مشتقى الرحك البوتاجاد لما جنون يعرف اللي إحنا عملناه الناس دي هكي نفعنا بحاجة؟ هو يعرف من إيه لو كان عديدهم فقد إحنا عملنا اللي قلنا عليهم غير كده ملوش فيه مين نفسك؟ افهم يا جادة عندي لما ندوس على شغرنا تبعهم يبقى إحنا كده بنعمل وصلحة من وراها وهو لو يعرف مش هيسبنا بحاجة صحة ولا غلط؟ يا عم الحكالة صحة ولا غلط مفيش حد اللي هنا ممكن يقول له الكلام ده إحنا بس اللي بنشوفه ومش إحنا كمال إنت الوحدك اللي بتقبله يا يوسف ما حدش دو من أي حاجة ممكن تبقى اللي لدي كلها تستايع بيامتحلنا يا أخي بقولك يا دي هاب اللي حصل ده إحنا اللي لدينا مصلحة فيه هو للشغال للراجل الناس تعبانا ومكفرانا كل يوم من صباحات ربنا وقت طبور وشايل الأبوه وببناخها وفي الآخر برجعه إيده ورا وإيده وقعت فتكن الجنرال ده بيعمل كده عشان خطر الناس ولي باخد الأجريب ويسعها في حقه بقى صحنا بقى يعمل كده عشان عطش السوق بقى يعمل كده عشان نفسك ناس ويدوس على دماغه وبعدها نسأل أي حد في الحرشترة من اللي إحنا بقناها بحقاتها تمانية جريب ولا مليم زيادة يعني ليس ربوبة ولا مصلحة أمي طلع لها ربوبة خاصة ولسه في شوية تريدين جول الحباب ماشي بقى عمي مسفى الناس ببسع دي وبنقول مايو يكش يقولي على الجنرال لابو الجنرال كبير تلي على الله